إذن في البداية مشاهدين دعوني أرحب بزميلية لذين معنا في هذه الجولة أرحب بالزميل أحمد عبد الرازق الذي ينضم إلي مباشرة من وزارة التموين أهلا بك أحمد في هذه الجولة أيضا الزميل إبراهيم عزة الذي ينضم إلي من مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية الذي يستعد بعد أيام قليلا لمعرض الكتاب اسمح لي إبراهيم أبدأ مع أحمد عبد الرازق أهلا وسهلا بك أحمد مرة أخرى وزارة التموين تستعد لفتح منافذ مشروع جمعياتي بالتأكيد لديك تفاصيل حول هذه الشروط تفضل شكرا لك همام اليوم هو الثامن والعشرين من يونيو وقد تبقى يومين على الثلاثين من يونيو هذا اليوم الذي كلما عاد عاد بالخير على مصر والمصريين مصر التي أصبحت فتية ومبتكرة ومبدعة كل يوم تدشن الدولة المصرية مشروعات ومبادرات وأفكار جديدة تعود بالنفع على المصريين وتزيد الصورة جمالا لمصر في جمهورياتها أو جمهورياتنا الجديدة مشروع جمعياتي أحد هذه المشروعات التي دشنتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية المعلومات المحدثة عن مشروع جمعياتي في المرحلة السيامة فيما يخص المرحلة الرابعة شبكة التوزيع التي تحقق العدالة في التوزيع في توزيع السلعة التمونية لكل مواطني مصري في كافة القرى والنجوع والكفور والسيارات أو منافذ التوزيع المتنقلة توزيع الغاز الطبيعي على المنافذ على المخابز كل هذه المعلومات سوف نتعرف عليها في خلال هذا اللقاء الذي أتشرف فيه بالصدافة الأستاذ أحمد كمال المعاون الوزير والمتحدث الرسمي ومدير مشروع جمعياتي ورحب بك أستاذ أحمد ويعني دعنا نبدأ بالحديث إذا تفضلت عن مشروع جمعياتي لسيامة فيما يخص المعلومات الخاصة بالمرحلة الرابعة وما وصلت إليه برحب طبعا بحضرك في وزارة التموين والتجارة الداخلية وفرصة أن احنا بنقدم التهنئة للشعب المصري كله بحلول الذكرى السامنة لثورة يونيو والذكرى السابعة لتولي فخامة رئيس الجمهورية طبعا جمهورية مصر العربية ويمكن وزارة التموين واحدة من أهم الوزارات الخدمية في مصر اللي عندها العديد والعديد من المشروعات اللي تم تنفذها خلال الفترة اللي فاتت وتحديد المشروع الجمعياتي هو واحد من مشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتنفذها الوزارة منذ عام 2016 هذا المشروع العظيم بيستهدف ثلاث حاجات أساسية الهدف الأول يعني أنا وفر فرص عمل للشباب وأقلل من حدة البطالة الهدف الثاني بعندي أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة للمنافذ السابتة داخل جمهورية مصر العربية الهدف الثالث أن أنا بتيح كل السلع التمونية والحرة من داخل هذه المنافذ تم تتشين ثلاث مراحل من المشروع المرحلة الأولى فتحنا 3000 منفذ المرحلة الثانية فتحنا 1000 منفذ المرحلة الثالثة فتحنا 2000 منفذ وصل عدد المنافذ في الثلاث مراحل ما يقرب من 6250 فرصة عمل كل مشروع أو كل منفذ من دول بيتم افتتاحه بيوفر من 2 إلى 3 فرصة عمل مباشرة فعندنا أكتر من 18 ألف فرصة عمل تم تتشينهم خلال الثلاث مراحل وكل منفذ من دول إذا كان بيوفر من 2 إلى 3 فرصة عمل مباشرة فيه فيه من 3 إلى 4 فرص عمل أخرى غير مباشرة الأمر اللي بعد كده أن احنا لما كان الإقبال كبير على المشروع صدق سيادة الوزير أن احنا نعلن عن المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة وتم ربطها ربط مباشر مع مبادرة حياة كريمة جلنا فيها حوالي 6500 طلب حتى هذه اللحظة طبعاً احنا قدينا أولوية لمراكز حياة كريمة عندنا 52 مركز فيه أكتر من 20 محافظة القرى اللي هي 1500 قرية في المرحلة الأولى وصل عدد الطلبات اللي وقع في هذه المراكز حوالي 1000 طلب تم معاينتهم بالكامل وأصفرت نتائج المعاينات أن احنا قابلنا 173 طلب مستو في كل الشروط طيب أكيد مشروع بهذه الكيفية تطلب اشتراطات ومعايير خاصة سواء في المنافذ نفسها أو في الأشخاص مقدمي الخدمة فما هي أهم هذه المعايير والاشتراطات فيه شروط أساسية للمنفذ وفيه شروط أساسية للمتقدم شروط المنفذ أولا يبقى مرخص رقم 2 يبقى مسحته لا تقل عن 30 متر رقم 3 يبقى المحل إيجار لا يقل عن 5 سنين أو تمليك طبعا المواطن نفسه أو المتقدم صاحب الطلب بيجيب كل هذه الموافقات وبيعمل السجل التجاري والبطاقة الضربية بالنسبة للشاب المتقدم سنه من 21 إلى 45 يبقى حاصل على مؤاهل متوسط فما أعلى يبقى أدى الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور أيضا يكون معاه مؤاهل طبعا زي ما قلنا متوسط أو أعلى يبقى السن وأيضا ما بيكونش شغال في الحكومة أو في أي قطاع خاص وبالتالي بيقدم كل هذه الأوراق بيتم فحصها في إدارة المشروع في الوزارة ويرسالها للمعاينة من جانب الشركات والمدريات في المحافظات الطلب اللي مستوفي الشروط سواء شروط المكان أو المتقدم بيستكمل الإجراءات وبيفتح المنفذ وبيقدم خدمة لها ثلاثة أنشطة رئيسية الخدمة الأولى صرف التموين الخدمة الثانية صرف سلع نقاط الخبز على بطاقة التموين ويمكن البيع الحر للمواطنين اللي ما عندهمش بطاقة التموين نتحدث عن مشروع آخر يتكامل مع مشروع جمعيتي وهو شبكة التوزيع الخاصة بوزارة التموين وهي أعتقد أنها شبكة أصبحت في منتهى الذكاء وتوجد حلول أيضا مبتكرة لتحقيق العدالة في توزيع السلع التموينية حدثنا إذا تفضلت عن التكامل في هذه المنافذ الخاصة بهذه الشبكة مهمة الوزارة الأساسية أنها توفر احتياط استراتيجي آمن من السلع الأساسية هذا المجهود العظيم اللي بتقوم به الوزارة بالتكامل مع كل جهات الدولة المعنية بيتم تخزين هذه السلع وتوردها داخل 1600 مغزن على مستوى الجمهورية عملية النقل والربط والإمداد واللوجستيات بتتم على شبكة التوزيع شبكة التوزيع بتشمل أربع نقاط رئيسية النقطة الأولى وهي الأكبر من حيث العدد وهم بدلين التموين ودول عددهم 30600 بقال وصلين لأبعد نقطة موجودة في مصر بيتكامل معهم المجمعات الاستهلاكية اللي تابعة للشركة القبضة للصناعات الغذائية ودول عددهم 1259 مجمع استهلاكي أضفنا إليهم 6250 مشروع جمعيتي فأصبح عندنا أكتر من 40 ألف منفذ سابت موجود بيوزع السلع التامونية والسلع الحرة اللي بتصل تكلفتها على الدولة في الشهر لأكتر من 3 مليار جنيه أضفنا إليهم مشروع العربيات المتنقلة أو السيارات المتنقلة كان فيه خمس مراحل تم تتشنهم قبل كده حوالي 2414 سيارة اللي هي ما بين نشاط البتجاز وما بين نشاط المغبوزات أضفنا السيارات المبردة أو اللي هي المجمدة اللي هي بتاخد اللحوم والدواجن والأسماك وأضفنا ليهم 173 عربية ما بين حمولة 1.5 طن وحمولة 5 طن وكذلك 150 عربية حمولة 1 طن فوصل عندنا 2750 عربية متنقلة موجودة في شبكة التوزيع فبالتالي لو فيه مكان في جمهورية ما فيهوش أي منافذ سبتة نقدر نحن نحرك له العربية المتنقلة لنها بتتمركز في النقاط أو في عواصم المحافظات وزودنا هذه السيارات بمكينة التموين ومكينة نقاط الخبز حتى تدير ربح أكتر لصاحب المنفذ وبتقدم خدمة أكتر للمواطنيين طيب الملف الأخير الذي أود الحديث عنه وتعريف مشاهدين الكرام به هو ما يخص توصيل الغاز الطبيعي للمخابز وما يعود من هذا الأمر بالنفع على الدولة المصرية وعلى أصحاب المخابز وبالتالي على المواطن المصري الحقيقة طبعا هو المشروع ده بيحقق كل الأهداف لكل الأطراف المشتركة فيه أولا لو تكلمت على الدولة فهو هيقلل من فطورة الاستيراد والاعتماد على يعني مورد أو الوقود من الخارج وبالتالي يعني بقدر أستغل المورد اللي موجود داخل البلد وهو الغاز الطبيعي ومع الاكتشافات الجديدة اللي حصلت الأمر الثاني الأساري الإيجابية على مستوى البيئة والطاقة النظيفة نحن نستخدم الغاز الطبيعي الأمر الثالث أن نحن التكلفة بتاعة أصحاب المخابز اللي نحن نتحملها في إنتاج رغيف الخبز طبعا بالنسبة للسولار مرتفعة جدا وبالتالي الغاز الطبيعي هيبقى أقل عملنا بروتوكول تعاون ما بين وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية وزارة البترول والهيئة العربية للتصنيع وأيضا مضينا مع البنوك الوطنية بنك التعمير والإسكان والبنك الأهل المصري وبنك مصر أن نحن ندي أصحاب المخابز قروض بفايدة 5% وفقا لمبادرة البنك المركزي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويفاء فائدة يعني جيدة جدا لأن صاحب المغبز لو معاه تمويل ذاتي يقدر يدخل المشروع على نفقته الخاصة أو أن الدولة تساعد وتديله قرد بالفايدة المبسطة المرحلة الأولى من المشروع بتستهدف أن نوصل الغاز الطبيعي لـ 5625 مغبز على مستوى الجمهورية وإن شاء الله قاربت على الانتهاء وبالتالي كل العوائد الاقتصادية والبيئية هتصب من خلال تنفيذ هذا المشروع أنا شكرا جزيلا لأستاذ أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التفميم معاون الوزير ومدير مشروع جمعياتي على كل هذه المعلومات والتفاصيل إذن همام تحدثنا عن مشروع جمعياتي وما تم في المرحلة الرابعة المنتظرة منه تحدثنا أيضا عن شبكة التوزيع المبتكرة لوزارة التموين والسيارات المتنقلة تحدثنا عن الملث الأهم أو الأبرز وهو توصيل الغاز الطبيعي للمخابز الذي يعود بالنفع على الدولة المصرية وعلى المواطن المصري وعلى أصحاب المخابز على كل هذه الطفرة التي أحدثتها وزارة التموين والتجارة الداخلية هي إحدى منجزات ثورة الثلاثين من يونيو هذا هو ما يحدث في مصر أعود إليك مرة أخرى همام أحمد عبد الرازق مراسلنا من وزارة التموين شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وشكرا موصول لضيفك الأستاذ أحمد كمال على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر